السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم اصدقائي ومتابيع القناة. اليوم راح يكون فيديو شرح بعيدا عن الدوائر الالكترونية وصناعتها. راح يكون الشرح على هاي الشاشة. هاي الشاشة اللي هي نوع دي سي. تقرأ الجهد وتقرأ التايار. الفي والاي. لان الاثنين. هاذ النوع يقرأنا الامبيرية للعشر امبير والفولتية للميت فولت. من الصفر الى مئة فولت. اما الامبير هو من الصفر الى عشرة امبير. وهذا الشي كلش كافر اللي يريد اه يريد يفحص او يريد يكون له يسوي له او اي مشروع عنده يقدر يشتغل به. طبعا هاي الشاشة اللي تشوفونا هاذ النوع. هاي الجهة الخلفية مالت الشاشة بها ثلاثة اسلاك هنا. وبيها سلكين هنا سميكات. تكون اكبر من هاي الاسلاك الثلاثة اللي موجودة هنا. هاي الشاشة هذا الشكل هي. اراويكم هاي المكونات مارتة هاي الخريطة اللي موجودة هنا بوردة. بهذا الشكل. خاف واحد يريد يشتريها. فتكون هاي المكونات مارتة. وهذا الشكل مالها. الشاشة هاي بها حسب المخطط هذا اللي راح تشوفونا قدامكم. تلاثة اسلاك هاي اللي موجودة هنا. هاي الاسلاك هي نفسها هاي الاسلاك اللي موجودة هاي هنا لثلاثة. هاي تلاثة اسلاك. هي موجود هنا بالمخطط. السلكين اللي موجود هنا بالمخطط اللي هنه سميكات ومعزلات واحد هن. ذنية هلنا طالعات من فوق هذنية هن. هنه موجودات في هاي الجهة بهذا المخمس اللي موجود فوق. بالفوق الشاشة. هلتلاحظونه ذنية من الاسفل. وهذا الشكل يطلق. السلكين ذنية اللي موجودات هنا الاحمر والاسود. ذنية الثنية. ذنية تغذية الشاشة بالفورت. تشغيل الشاشة يعني نور الشاشة من خلال ذنية السلكين. نشغل الشاشة مجرد بس باور. ومكتوب عليها باور فور فيو اي. يعني تشغيل شاشة الفورتية والامبارية. راح استخدم هاي البطاريات ذنية الثنية عدي مالات. مالات موبايل اثنية البطاريتين مع التليفون. نطلق الهنة سبعة فورت هنا. راح اربطها على السلكين ذنية الموجودات هنا. هذي الاحمر اربطه على البطارية. هذا الشكل. وهذا الاسود اربطنا على الاسود مع البطارية بهذا الشكل. اذا تشوفون الشاشة اشتغلت. بعد هذه الاشي راح اقيسي الفورتية جدي لداخل الشاشة. كيف اقيسي بهذا الاسفر. الاسفر هذا هو خاص القياس الفورتيات. يعني دخليا على الاحمر. راح يقسر من البطارية اللي جاي تغذي للشاشة هي سبعة ونص سبعة فاصل ثلاثة بالعشرة امي الفورت. هذا هو القياس الفورتية. ابدأ خلينا شرينك حتى ما سير عندي اي اه دمج. طبعا الاسلاق ذني اللي موجودة هنا الاسود والاحمر. الاحمر اخلينا الشرينك اسود. على مودة اعرف انه هذا هو السالب. السالب اللي اه افحص الامبارية او افحص بي الفورتية. هذ. القياس اي امبارة سانة عندي موجودة اردقي سنة. اللي مفروض عندي موجود هو مصدر طاقة ومستهلك للطاقة. اثنين. يعني عندي مصدر مال طاقة نفرض هاي بطارية وعنده مستهلك للطاقة اللي هو مصباح. الشون افحص هذني اثنين اعرف اش قد الامبارية اللي جاي يستهلك هذا المصباح الاثناش وورت. وصلت الاسلاق على البطارية الاثناش وورت. هذا شو صار عندي اثنين عشر وورت. اريد افحص اش قد الوورتين اللي موجودة بهاي البطارية الهنا. اللي اخلي اخلي على السالب اللي موجود هنا. وعلى هذا الموجب الاحمر. الاسفل. قراري الجهد اللي موجود البطارية. اما الاسود هذي اللي موجود هنا. هذا الاسود هو فقط القياس الامبير. يعني يدخل البطارية تدخل هنا. المخطط هذا قدامكم تشوفونه. تدخل هنا فقط البطارية يدخل سالب البطارية ويتحول هذا الى موجب. يصير موجب فيقراني الاستهلاك. هسه راح نشوف شون طريقة فحص الامبير. مصباح هذي. اريد اشوف اش قد استهلاك الامبيرية. راح اللي اسوي اول مرة امطي هذا السالب. ما القياس الامبيرية. راح امطيه سالب. من البطارية. هذا الشكل. والجهة الثانية اللي تطلع منها. راح تروح للمصباح. بهذا الشكل. اتحولت مرة تتحولت سالب الى المصباح. ها. بقى عندي موجب. هذا الموجب الانه. الموجب راح اغذي به المستهلك. اللي هو هذا المصباح او المحرك. او ايش عندك. هلطيه. اشوف الشاشة قدر استهلاك قد. الاستهلاك هو واحد فاصل ثمانية وثمانين بالمية او ثمانية بالعشرة. يعني صار فيه اثنين الا ثلاث. اثنين امبير الا ثلاث. صار فيه هذي المصباح اللي هو عشرين واط. هنا. اذا هريد اعرف الفولتية اللي موجودة وهي الامبيرية. الشون اعرفها? ايضا نخلي هذا السلك الاسفور لقياسي الفولتية على الاحمر. بهذا المكان. قراء لي الفولتية مصدر الفولتية جقد والامبيرية جقد. مصدر الفولتية هو اهدعش فاصل ثمانية بالعشرة والامبيرية واحد وثمانية بالعشرة. هنا اهدعش وهنا واحد اثنين الى امبير. بهذا الشكل القسمي الفولتية والامبيرية. يعني بمفهوم آخر ان هاي البطارية هي تشغيل الشاشة. اذا تريد شغل الشاشة من البارس بلا اللي تريد تستخدمها او من بطارية خارجية وتخلينها هنا سويتش حتى تشغلها. اما فحص الفولتية بهاي الشاشة تريد تبحص اي فولتل اي بطارية بمجرد انك تفحص. هذا الاسفر اللي هو الموجب وهي السالب هذي تفحص به. اي فولتية محتاجها موجب او سالب. بهذا الشكل. ويقرارك في فولتية. او تريد تفحص الامبيرية اذا عندك بتريسوها بارس بلاي. تجيب لك محولة او تجيب لك ترانسفورمر او خريطة جهزك باربعين او خمسين فولت. وتخليها تمر بهذا الشكل يمر السالب منها ويطلع منها. صار عندك هذا المصدر. بهذا الشكل. صار عندك. صارت اه هنا تقدرها اذا خليك اي شيء تريد تفحص به راح يقرار لك اشقد البارس بلاي ما لك. اشقد عندك استهلاك امبيرية للمستهلك. اذا سويت بارس بلاي. او تريد تفحص. وايضا تدمج القياس الفولتية هنا. حتى تشوف قد قاعد تجهز الفولتية. وهي الموجب. بهذا الشكل. وتفحص اي مكون عندك اي اه مصباح او ماطور او اي شيء تفحصه بهذا الشكل يقرار لك الفولتية ويقرار لك العمبيريو. نفس ما موجود هنا. ها السماء الطريقة. طبعا الشرح هو موجود هنا بالمخطط هذا اللي قدامكم. هاي طريقة الربط. وهنا حتى ليش شرحت هاي الشرح لهاي الشاشة. هي الشاشة بسيطة لكن هي سعرها موشي سعرها. بس المهم هو الوقت من توصلك اش قد راح تتأخر اذا عطلت عندك او اه 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 اتوقف شغلك اذا انت تشتغل وصار عندك خطأ بالربط. وهي راح سميب لك اه اه مشاكل. مو المهم قيمته بس المهم الوقت والفكرة والتركيب. هاي الشاشة مهمة ومفيدة لأي شخص يحب يبتد المشروع عنده يصنع بارس اللي او يصنع او يفحص امبارية او يفحص اي شيء موجود. اه اه هذا الفيديو ان شاء الله اشتركوا في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.